في الفيديو ده عشرح لكو طريقة سهلة جدا هنقدر من خلال هنسبت متجر جوجل بلاي عندنا على الكمبيوتر ونقدر نحمل منه الطبقات والالعاب بكل سهولة وعشان ما ضعاش وقتك يلا بنا نبدأ في الشرحة على طول في البداية كده اول حاجة هنعملها يا جماعة هنفتح المتصفح بتاعنا العادي اللي هو جوجل كروم وبعد كده بقى هنيجي هنا في السيرش بوكس وهنكتب جوجل بلاي اهو تمام بالشكل ده كده يا جماعة هيبتدي يفتح معنا بقى هندوس على اول هايبر لينك معايا اللي هو ده تمام هيبتدي يحمل معنا المتجر اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين هنطلع بقى فوق هنا عند التلات نقط اللي فوق بعض اللي هما دول يا جماعة هندوس عليهم بالشكل ده هيبتدي يفتح لي القايمة اللي قدامكم دي كلها هننزل تحت خالص بقى يا جماعة عند اللي هي دي يا جماعة هنقف عليها كده هيبتدي يظهر لي قايمة جانبية كمان اهي هندوس هنا على كلمة طبعا في ناس هيظهر معها في الاختيار ده وفي ناس هتظهر معها في تمام? انا ظهرت معا هنا في هبتدي بقى ادخل هنا كده وبعد كده هدوس على هبتدي يفتح معي بالشكل ده هبتدي امسح الكلام ده كله يا جماعة هو. تمام? وهيسيب كلمة بس. تمام? بالشكل ده كده. وبعد كده هدوس بقى على كلمة تمام? هنخرج بقى بقى يا جماعة كده عند عندنا. هنلاقي هنا الاختصار اتنشأ معايا هو بتاع جوجل بلاي. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده وركز فيها قوي عشان الخطوة دي مهمة جدا وهنقدر من خلالها نحمل التطبيقات بكل سهولة. هنبتدي نفتح بقى الاختصار اللي احنا انشأنا ده بتاع جوجل بلاي. تمام? هيبتدي يفتح المتجر معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده يا جماعة. تمام? هنيجي بعد كده نفتح متصفح جديد اهو. تمام? بعد كده هنكتب فيه الموقع ده. اللي هو اي بي ك اهو يا جماعة بالشكل ده. يا جماعة زي ما انتو شايفين. بعد كده بقى هنرجع تاني للمتجر بتاعنا اهو. تمام? وبعد كده هنشوف ايه البرنامج اللي احنا عايزين نحمله. وليكن مسلا عايزين نحمل الشرقة اللي هو قدامي ده. هندوس عليه بالشكل ده كده. هيبتدي يفتح معايا الصفحة بتاعة التحميل اهو. هنطلع فوق هنا وناخد اللينك بتاعه يا جماعة زي ما انتو شايفين كده. وبعد كده هاخده وهرجع تاني عند الموقع اللي احنا فتحناه اللي هو ده يا جماعة وهنحطه هنا وبعد كده بقى هندوس على الكلمة دي اللي هي تمام? هيبتدي يحمله اهو اللينك بتاع التحميل يا جماعة زي ما انتو شايفين. بعد كده بقى هنزل تحت هنا عند هندوس عليها بالشكل ده اهو. هيبتدي يتحمل معايا البرنامج اهو يا جماعة بكل سهولة وما فيش فيه اي مشكلة. تمام? وبعد ما يخلص بقى تحميل يا جماعة هتلاقي البرنامج نزل عندك في على الجهاز تقدر تسبته ويشتغل معك بكل سهولة. ولو جينا جربنا مسلا اي برنامج كمان وليكن اهو يا جماعة هناخد اللينك بتاعه اهو زي ما انتو شايفين. وبعد كده هنحطه هنا. بعد كده هندوس علي كلمة داونلود لينك. هيبتدي اعمال لي اللينك اهو يا جماعة وبعد كده هندوس علي كليك هير تو داونلود. هيبتدي يتحمل معنا اهو يا جماعة بكل سهولة ما فيش فيه اي مشكلة. وده يا جماعة بعد ما ثبتناه يشتغل معنا بكل سهولة ما فيش فيه اي مشكلة. تقدر بقى تطين في الحساب بتاعك وهيشتغل معاك عادي جدا. طبعا يا جماعة في ناس هيشتغل معاها الطريقة دي والناس مش هينفع معها. لو انت ما اشتغلتش معاك الطريقة دي تقدر تدخل عندي على القناة. هتلاقي الفيديو ده اهو يا جماعة فيه شرح ازاي تنزل نزام اندرويد على الويندوز بتاعك. تمام? يا رب الشرح يكون بطريقة وسيطة وعجبكم وناس كتير تكون فهمتنا. ولو فعلا عجبكم ما تنسوش تعملو لنا لايك وكومنت على الفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد معنا.